ناقش محافظ محافظة المهرة راجح سعيد باكوريت مع الأمين العام للمجلس المحلي ووكلاء المحافظة آلية توزيع الدعم الذي تلقت المحافظة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لتعزيز الجوانب الأمنية والخدماتية في المحافظة ووضع الاجتماع معايير واضحة لتوزيع الدعم حسب الاحتياجات الضرورية لكل مرفق وتطرق اللقاء إلى حاجة المحافظة إلى المشتقات النفطية وزيادة الاستراد لتغطية السوق المحلية والبحث عن سبل لتخفيض أسعارها وأكد المحافظة راجح بأن الدعم اللوجستي في كل المجالات لن يتوقف عن المحافظة وسيستمر العمل في إطار التنمية والبناء ورفع كفاءة الطاقم الإداري والفني في المحافظة على كافة المستويات والأصعدة مقدما شكره وامتنانا لقيادة المملكة العربية السعودية الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان على إيلائهم وحافظة المهرة اهتماما خاصا ودعم التنمية فيها وتعزيز أمنها واستقرارها ترجمة نانسي قنقر